أول معرض ألعاب في تاريخ الشرق الأوسط شارك فيه نيتندو و سوني و مايكروسوفت تقدر فيه تجرب ألعاب جديدة قبل ما تنزل في السوق مثل فاي كراي 5 فيه له أول بطولة رسمية للعبة أوفر واتش من أومن اللي هم الشريك الرسمي لدورة أوفر واتش العالمي بطولات كثيرة ثانية عليها جوائز مالية مثل رايبو 6 و ماريو كار دايت و هيلو 5 وأكثر المعرض بيكون فيه مركز معارض الظهران الدولي من 8 إلى 10 مارش تقدرون تشترون التذاكر من محلات فيرجن أو من موقع فيرجن أو حتى من عند البوابة رابط الشراء تلقوه تحت في الدسكريبشن السلام عليكم و حيوكم الله في حلقة جديدة من 5 أشياء في بعض الألعاب تلقى خيارات جدا جدا صعبة أنك تختارها يا أنك تضحي بشي أو أنك تساعد شخص أو ما تعرف جيد سوي بصراحة خياران جدا صعب في هذه الحلقة راح أذكر لكم 5 الخيارات كانت جدا صعبة علينا بس قبل أن نبدأ المقطع راح أنبهك بحاجة عزيزي المشاهد أنه أغلب المقاطع راح يكون فيها حرق فانتبه في لوبة ريزن تيفل 7 قبل النهاية راح يجيك خياران جدا صعب لازم تختار واحد فيهم يا أنك تنقض صديقتك أو أنك تنقض زوي و لاثنين شخصيتين مهمة صديقتك أنت جيت البيت المرعب ذاه وقاتلت وحوش كلهم عشان تنقض صديقي حتى هي في البيت نفسه كانت تعذبك لأنها كانت مريضة وأيضا زوي كانت تساعدك من بداية من أول ما وصلت البيت إلى أن النهاية هي لانقضتك وساعدتك أكثر من مرة من الموت فالخيار جدا صعب ما عندك إلا علاج واحد يا أنك تعطيه لصاحبتك أو أنك تعطيه لزوي والتي تعطيه إياها هي اللي ستجي معاك لعبة مدى القيرة الجزء الأول في نصر اللعبة راح يمسكونك الأعداء يوجدونك غرفة التعذيب في غرفة التعذيب يحاولون يطلعون منك معلومات راح يجزي أعذبونك للكهرباء وكل عليلك يتسوي أنك تضغط زر الأكس أكثر من مرة بسرعة هائلة بس إذا استسلمت بدلي وعتطلما المعلومات صعبتك ميرو راح تموت وإذا حاولت أنك تقاوم وجلست لين آخر فترة وإنت مقاوم راح تنقض ميرو فالخيارين شوية صعبة يا أنك تتعب نفسك وتضغط زر الأكس كثير عشان تنقض الحرمة أو أنك تسيبها على جنب وتريع نفسك وتريع أصبعك فالخيار خيارك لعبة انفينس وإنت قد تلعب اللعبة راح يواجيك خيارين يا أنك تنقض صاحبتك يا أنك تنقض قروب من الدكاترة قروب من الدكاترة عندهم علاج لمرض جاي للمدينة وراح تقدر تنقض في كل سكان المدينة أو أنك تنقض صاحبتك ويموتون الدكاترة فويش تختار؟ يا أنك تكون إنسان عناني تختار صاحبتك أو أنك تكون إنسان بطل تختار الدكتور وتضحي بصاحبتك وتنقض المدينة كلها فويش راح تختار؟ لعبة في كراي ثري وفي النهاية فيه خيارين شوية صعب ومعقد بس خلينا اشرح لكم ايها على السرير الخيارين هم انيا انك تنقض صاحبتك او انك تنقض بنت الجزيرة اللي ساعدتك فوش الفرق بينهم اذا انقضت صاحبتك لازم تقتل اللي هي بنت الجزيرة والعكس صحيح ولكن لازم تفكر ايضا في الشخصية حقتك وين تبغاها تعيش اذا انقضت صاحبتك وقتلت بنت الجزيرة راح ترجي على المدينة حقتك وتعيش حياة طبيعية بس ولكن ما هتقدر تعيش حياة طبيعية لانك انت في الجزيرة هذي تحولت الى من انسان بريء الانسان متوحش يحب الدم ويحب القتل لانك قاتلت اعلاف الناس عشان تنقض صاحبتك او انك تنقض بنت الجزيرة وتقتل صاحبتك وتعيش في الجزيرة كحيوان مفترس خلاص تحب القتل وهذه هي البيئة الجديدة اللي لازم تتعايش معها فالخيار شوية صعب بس لازم تعرف كيف تنهيها في لعبة بايو شك الجزء الاول بداية اللعبة راح يتشوف خيار شوية صعب انك تشوف بنت صغيرة بس شكلها شوية مرعب البنت الصغيرة هذي فيقول لك خيار انك يا انك تقتلها وانك تنقضها بس البنت هذي نوعا ما صح انو المظهر الخارجي ما يبين انو فيها اي خير بس ولكن من الداخل فيها خير وش يصير لو اخترت فرضا انك تضحي فيها وانك تقتلها راح تكسب قواتها وراح تكسب بعض الاشياء يخليك قوي ويسهل عليك اللعب والخيار الثاني انك تنقضها بس ولكن ما راح تكسب اي قوات وتصعب عليك اللعب فويش هيكون الخيار يا انك تكون شرير وتقتل عشان تصير قوي او انك تكون انسان طيب وتساعده بس ولكن تصعب الرحلة لنفسك وكذا نوصل الى نهاية المقطع اذا اعجبكم المقطع لا تنسونا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة واذا تبقون جزء ثاني يليت انكم توصلون هذا الحلقة لعشر الاف لايك وايضا اكتبونا في الكومتز ويش كانت من اصعب الخيارات اللي واجهتها في عالم الالعاب كان معاكم اخوكم مراني حازمي نشوفكم عالف خير ومع السرعامة